اشتركوا في القناة المصادر لفتت لتليفزيون نشرة إلى أنه ما فيه اتفاق بعد على شكل الحكومة ورئيسة ونوع وزراءة إنما الاتصالات مكسفة للوصول للصيغة المناسبة وأشارت إلى أنه فتح الطرقات اليوم كان إيجابي لأن الاتصالات بطلت عم بتصير تحت ضغط تسكير الشارع إنما تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي وصلت اليوم لأقصى حدودة وأكدت المصادر أنه بهم ما يصير فيه حكومة بأسرع وقت ممكن لتواكب التشريع الإصلاحي اللي أطلقوا رئيس مجلس النواب نبيه بره ويلي هو مشروع يمكن يكون طموح إنما قادرين نفوت فيه على الأقل وحكومة تصريف الأعمال مش كافية إذا بدنا نواكب هيدا الإصلاح والشدة دي تآخر شي على أنه كل المشاريع اللي مقدمه للنهوض بالواقع المعيشة تقدمت من قبل تكتل لبنان القوي وهيدا اللي بيأكد جديتنا ليصير فيه حكومة لا تنسوا تعملوا السبسكرايب على يوتيوب ولايقرأ صفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر